وصفة المسكتشو اليومية ندور ندور ونولي لها لأنها مبين الكيكات الاقتصادية السهلة والسريعة تتحضر الكيكة دياليوم هي حتكون مغبغة رخامية بدوق شوكوفاني وبيتزين جد بسيط أو حيخليها كيكة مميزة ورقية وبدون استعمال دراب كهربائي أنا حين تحصلوا على أروع موسكتشو جوو زنفيت باش تجو معايا ونروح نحضروها مع بعض عندي هنا ست حبة بيض من الحجم الصغير إلا كان البيض ديالكم كبير خمس حبات يكفوكم نحطوهم دونسان غيسيبيون كأس من السكر حبيبات سكر كريستاليزي كأس منها الزيت زيت نباتي وكأس منها الحليب حجم الكأس 220 مليلي لتر نضيف السكر للبيض لما الأحسن يكون بدرجة حرارة الغرفة كيسين ملافاني نزيد نحطهم داخل الغيسيبيون وبمساعدة الضلاب الكهربائي سنخلط السكر والبيض سوف نرى في هذا الوصفة بأنه بالرغم ما سنستعمل الضلاب الكهربائي سننفش أنه الموسكتشو ديالنا سيطلع ويجي ناجح بعد ما خلط البيض مع السكر أبي بخيزوش دقيقة بالفوي أنا هنزيد عليهم كأس منها الزيت ونبدأ نزيد في الزيت تدريجيا مع الخلطة المستمر وهنايا الخليطة ديالناماناش محتاجين باش يولي اللون دياله فاتح ويضعف الحجم دياله المهم هو أنه هاد المكونات تندمج مع بعضها البعض وهذا هو القوام ديال الخليط اللي نتحصل عليه عليه نزيد دوكاكاس من الحليب اللي من أحسن كذلك يكون بدرجة حرارة الغرفة كنحط هادك الحليب في الغيسيبيون نخلط خلطة صغيرة ونتوقف هنا عندي كوبين ونصف ملافاغين اللي هي الطحين الأبيض اللي غربلتهم وعندي نصف كأس من لامازينا اللي هي نشاء الدورة هاد النشاء واللامازينا تعتبر من بين الأسرار اللي حتخلي المسكوتو ديالكم ينجحلكم وينشف الفرن وما يحبط لكمش كيسين من حميرة الحلويات وزن الكيس 15 غرام ناخد الآن لفاغين الطحين الأبيض نبدأوا الآن نخلطوا ونزيدوا في لفاغين تدريجيا نذكركم بلين هنخلي لكم المقادين مكتوبة بلغتين العربية والفرنسية في صندوق الوصف كيما قلت لكم هنا يعني غربلت كوبين ونصف من الفاغين في الأخير عني حنشوف لابات ديالي إلا مخصوصة ولا لا لا بنتلي لابات مخصوصة شويا نحنزيد حوالي نصف كاس ديال الفاغين فيما يخص كمية لفاغين إكزاكتو مو مقدش نقول لكم شحال لأنه هذا وسيختلف على حساب نوعية لفاغين ديالكم وتانيك على حساب حجم البيض اللي استعملته المهم أنني حنتوقف هنا عند هاد الحد لأنني حنقسم لعجينة ديالي وكما راكو تلاحظو لابات ديالنا مازالها جارية شوية ولكن في هاد المرحلة أنا حنقسمها ان ديال باقتي على خطرك شوين باقتي أني حننضيف لها الكاكاو البون للمرء ولوطر باقتي أني حنزيد لها شوية ديال الفاغين هنا يلا بات قسمتها ببقي إلى قسمين متساويين إن أختي الزيت لها ملعقتين ملافاغين ومن الضروري القوام ديال لابات بالبانيلا ولابات ديال الشوكولا يكون متساوي ملعقتين كبيرتان من الكاكاو البوني المر نضيفهم لجزء الثاني ملابات وبالفووي نخلطه ملي حكذا ندمجوه مع باقي المكونات وهذا هو القوام ديال العبات اللي نتحصلو عليه خديت مولي رحلو الفرن ودهنتو مليح بالزبنة القطة ديال المولي استعملت هو 25 سنتيمتر 25 سنتيمتر دو ديامتر في البداية أني حنحط كمية من العبات بلانش العجين البيضاء نزيد نفلغ فوقها كمية من العبات ديال الشوكولا نزيد فوقها العبات بلانش ومن بعد العبات ديال الشوكولا وهكذا نواصل بالتناوب ومن بعد العبات بلانش ومن بعد العبات بلانش حتى نكمل كامل العجين ديالي ومن الأحسن ندير حسبكم لكي تكملوا العجينة الأخيرة بلانش هكذا الكيكل وخامي ديالنا يجي شباب ندخل المول ديالي للفرن اللي شعلته مسبقا على درجة حرارة 170 درجة بعد مرور حوالي 50 دقيقة الموسكوتشو رهو طاب من بين أسرار نجاح الموسكوتشو ثانيك هو أنه يطيب على نار هادية أبتيفو نخلوه كامل الوقت بشي طلع ويطيب من الداخل وثانيك ما نازمش نحلو عليها الفرن كي يكون يطيب نخليه يبرد شوية ومبعد نحيه من المول نحو نخدمو الآن كيكا نحن نخدمو بـ 200 غرام من الشوكولات البيضاء اللي حطيتها وباماري في حمام مريم ونقعد نخلط هكذا حتى الدبلي الشوكولات هنا هات الشوكولات ديالي لنستعملها نحن نزيد لها شوية ديال الماء ولكن شوكولات ديالي للكمي كانت تجارية سوف نزيد لها الماء نزيد ملعقة من شوكولات الطلاق نويتلا في ميخوص للغلاسات تستعملوا شوكولات ولي في بلاسة شوكولات بلونك كي تستعملوا شوكولات نوار يبقى تزيين دائما مسألة اختيارية نضيف شوكولات كوتين قبل ان نضيف فوق الموسكوتشو و بحكم تجربتي الخاصة بموسكوتشو يتنحى فاصل موم المول لا تنحوش مباشرة خلوا الكيكة تبرد قبل لأن الكيكة تقعد في المول وهي سخونة على ريحة تندى وهذا سيساعدكم باش تنحو الكيكة فاصل موم تنحو الشوكولات كما كنت رأيت بعد قلل المول نبدأ بملعقة خشبية على السطح الموسكوتشو نحن نجوز كامل طلاء الشوكولات على الجوانب نضيف كامل طلاء الشوكولات على الجوانب نضيف كامل طلاء الشوكولات كامل طلاء الشوكولات نضيف كامل طلاء الشوكولات على الجوانب نضيف كامل طلاء الشوكولات على الجوانب موسكوتو متميز لأنه رخامي وزدنا له غلاساج ديال الشوكولات من الفوق وهذا هو الشيء اللي خلاني نقول عليها راقي بالرغم من أنه كيكا يومية ونقول للناس اللي ما عندهم مش ضرب كهربائي ما ما عندكم مش ضرب كهربائي تقدروا تتحصلوا على أروع وأجمل موسكوتو أو رح يطلع لكم ورح يجيكم خفيف ومهوي انتمنى بكل قلبي أنكم استفدتوا من هذا الفيديو إلا عجبكم هذا الفيديو شجعوني بجام وأنا في انتظار تعليقاتكم الجميلة أشكركم جزيل الشكر وقلكم انتظروني يوم الأربعة إن شاء الله في فيديو جديد على الساعة الثانية بعد الزوال أكا تغذر تبقوا على خير ونخليكم في أمان الله